أستاذ عبد الرحمن كنت تتكلم عن موضوع الزراعة وليس فقط الاكتفاء كأفراد أو كعائلة من هذه الزراعة أو المحاصيل الزراعية للحظة فكرت أن نحن أيضا جزء مشارك في هذا الهدف السامي كوب 28 ما توقعت أبدا أن بهذه الحركة ممكن نحن نكون مساهمين في هذه الاستدامة أو حتى وضع اللمسات هذه البسيطة والتعاون كأفراد مع المجتمعات والرؤساء والمنطمات لكوب 28 دائما المجتمعات تبنى على العائلات فإذا كانت ثقافة العائلة ثقافة عالية في موضوع الغذاء نحن بالطريقة هذه بنوصل إلى أقل الهدر وأقل المشاكل البيئية فإذا نحن ثقفنا المجتمع على أنه يأكل الذي يحتاجه ليس يأكل بالشبع صحيح لا ولكن إيش نحن قوم إذا أكلنا لا نشبع نحن قوم لا نجوع وإذا أكلنا لا نشبع فهي القضية اليوم في الموازنة بين يا أنك أنت تقول الآية ولا يعني تبسطها كل البسط لا تقبضها إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط نعم ولكن كن معتدلا في صرفك صحيح كن معتدلا في غذائك كن معتدلا في أمورك في الحياة صحيح الاتزان جدا مهم نعم فالاعتدال هذا في الصرف يؤدي إلى قلة الهدر طيب لما نجي نحن الآن عن الهدر والأشياء أنا أستطيع أني أحول الأشياء المهدرة إلى أشياء نافعة صحيح فنحن اليوم كل ما حولنا الأشياء هذه إلى أشياء نافعة يعني مثال بسيط الأغذية التي تخرج من بيوتنا إذا أنا عملت بكاشي والبكاشي هذا عملت له بكتيريا نافعة وحطيته بطريقة معينة بهذه الطريقة أنا أحافظ على أني أحول الغذاء هذا إلى أسمده للزراعة نعم والوقود الحيوي كذلك نعم أيضا فنفس الشيء هذه الإجراءات لما يتعلمها المجتمع يخفف من الإنبعاثات نعم أيضا نحن لاحظنا لما جاء كوفيد ناينتين نعم لاحظنا أن العالم وعلماء العالم لاحظوا أن الأرض بدت تتعافى جميل لماذا؟ لأن الناس بدت تشتغل من بيوتها صح صار فيه شوي عدم يعني حرية انتقال وهذا وتقييد بس قلت الإنبعاثات خارجا من السيارات نعم والأشياء المضربة نعم بد منهم أن يكونوا ناس ميدانيين صحيح أصحاب حركة في الميدان صحيح هذه للناس يا طويلة العمر لا نقدر نقيدهم بلا شك صح؟ نعم ليش لنمو البشر مثل الدكاترة وغيرهم صحيح بلا شك